شهد التاريخ على مرع صوره العديد من الهجرات بهدف الزراعة أما المزارع السوري فقد كانت هجرته هربا من الموت وتحصيل لقمة العيش في أي مكان أبو عمر مزارع سوري هاجر إلى تركيا واستطاع تطويع الظروف المتاحة لمصلحته والمشاركة سنة بعد سنة في إنتاج المحاصيل الزراعية احنا يجينا لهون بتعرف وضعنا كيف يجينا سبت مهاجرين يجينا وجينا لعند أخوتنا هنا الأتراك أخوتنا وأهلنا وجينا لهون مزارعين لهنا أصلنا يعني مزارعين ببلادنا مزارعين ما عنا خبرة يعني غير بالزراعة وقمنا بدأنا مثل ما عابب يشتغلون جماعتنا أخوتنا الأتراك بدأنا بالزراعة هون بتختبر بقافي نقص عن دون بالشبكات التنقيط لأن المي من سدود ما ينضيفه هاي بتعاني كتير وفيه بعد الخضار فيه كثير من الخضار ما يموجوده هون اللي احنا ما نضربناها جبناها بدار من أراضي السوري وبدأنا زراعتها والحمد لله على كل أحوال ومتعايشي الحمد لله لحنا أخذنا الأتراك تجولنا في العديد من القرى والبلدات التركية والتقينا بعدد من المزارعين السوريين هناك كانت المزرعات متنوعة جدا إلا أنها تخصصت في كل بلدة على حدة فاستطاع المزارع السوري إدخال محاصيل جديدة يحتاجها السوري أينما حل الآن أنا أول ما زرعتهم بيت نجان الزراع أنا أول سنة زرعت دلم ونص الثاني سنة زرعت خمس دلمات في الضيعة الآن مزرع عاش خمس عشرين دلم وكله الله سبحانه وتعالى عبدبره والناس عم ما بنشتري يعني مواسم زادت والحمد لله رب العالمين يعني من فضل الله يعني في كتير زراعات لازم تنزرع الآن في عندك كزبرة قد نالك عيني زراعه كزبرة زراعه أحبط السودة أحبط البركي هون سبحان الله بيعرفوا هالقطن ولفليفلي وغير هيك ما عندهم شعلي أتوا إلى هنا وعملوا في هذه الأراضي الزراعية بخبراتهم الواسعة وطرقهم المتعددة أنتجوا أفضل المحاصل الزراعية إبراهيم الإسماعيل أورينت نيوز ولاية هاتاي جنوبية تركيا ترجمة نانسي قنقر